هذا الحكم له ظلال على اللي حصل الاسبوع ده في ازمة الدوري هنجيلها فوقتها باستفادة شديدة جدا نحن تتكلم على كلبالي بس لا اه لكنه سليمان كلبالي لعب هرب من النادي الاهلي الناس قلت لك خلاص الحق ضاع واللعب انتقل للنجم السحيل ايه اللي حصل لا هو 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 ظهر على الاتفاق ظهر الآن ولكن هو كان خلصان من قبل الموسم ما يبتدي ايه بتفاصيله ايه مليون وربعمائة الف دولار للنادي اه اه طبعا وكان فيه اصرام من النادي انه ما يتنزلش هي البداية قاله تسعمائة الف دولار وعلى خمس سنين ايه النادي الاهلي اصار لا اه ده حكم محكمة وامش من حقيقنا ان احنا نتنزل عن مالين ايه والحقيقة كان يساندنا في هذا الموقف من الناحة القانونية بالرأي الاصارم فيه المستشار حلمي عبدالعز ده حكم محكمة ينفعش نتنزل عن مالين فيه طريقة الحصول عليهم هي اللي كانت اه قابلة للتفاوض بعتوا وفد قاعد معنا اتفاوض واتفاقنا هيدفع ازاي يعني تقريبا الحكم اللي بتنفذ ده هو تفاصيله كانت متاخدة لكن ما كانش الجانب التونسي مجهز نفسه يد الضمانات المالية بالجدولة السليمة اه مش مسألة يدفع على كم قصد بضمانات ايه ايه متى موجة تجي في معادة القصد من اللاعب من النجم الساحلي قيمة انتقال اللاعب الهارب سليمان كوليبالي وده كان تنفيذا او انفاذا لحكم صادر للنادي الاهلي من المحكمة الرياضية الدولية بهذه القيمة التعويضية اللي النادي الاهلي حرص على انه ياخدها بالكامل من النجم الساحلي وإلا كان هيعتبر مدعان الكلام عن اهدار ملعام انت صرار لك حكم بهذه القيمة التعويضية فلا تقبل بأقل منه يعني كان فيه وناس يقول لك ما هولي تاخده تلحق تاخده ما هولولد ممكن يبطل ما هولولد مش عارد ممكن يحصل ايه انا مليش دعوة انا اتمسك بحقي ها من هو ده المبدأ مش ان احنا في عملية انتقام من اللاعب لا واسيبك طبعا ما فيش انتقامة لا انما هي عملية ايه بارجنج زي ما بقولوا ايه ما هاش عملية تفاوضية ما هاش عملية تجارية لا ده حق حق انت قدرد وجالك حق ليه تفرض فيه بالضبط هاخد هذا الحق طيب ايضا كان من ال ما انا بقول لكم ما ضاع حق وراءه مطالب والاهلي لما بيطالب بحقه بيسلك كل الطرق القانونية في منتهى الهدوء والرصانة والاحترام لكل الاطراف حتى المتنازع ضدها او حتى المتنازع معها يعني الاهلي ما تجاوزش في حق اتحاده الكورة وهو بيلجأ ضده مجلس الديدارة السابق بالمناسبة برأس المنصانة بريدة كان نزاع قانوني الاهلي لجأ له والقالح حتى هو بيتفاوض مع النجم الساحلي اللي ضم هذا اللعب الهارب بينهم كل الاحترام والتأدية